تقيم مراكز الخدمة الحكومية التي ساهمت في نجاح أعمال الدورة كما وطلعت على الخطط التطويرية ذات الصلة بمراكز الخدمة الحكومية التي لم تستوفي 75% من المعايير الأساسية بحسب دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الخدمة الحكومية حرصا على رفع مستوى تصنيفها في الدورات المقبلة كما وناقشت اللجنة آلية لربط برنامج الموظف الحكومي المتميز في خدمة العملاء ببرنامج تقييم بغية عكس مستوى تقييم العملاء لأداء موظف الخدمة في المراكز الحكومية بصورة آنية في نتائج تقييم المراكز خلال الدورات المقبلة من تقييم ما من شأنه أن يسهم في تحفيز الموظفين ويعزز التنافسية لتطوير آليات العمل وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر